وينضم إلينا أيضا الآن من بغداد عضو البرلمان العراقي حسن شويرد سيد حسن أهلا بك معنا إذن الأنظار تتجه اليوم إلى كل تطورات والخطوات وتحديدا حتى الاجتماعات الكتلة السياسية في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون الانتخابات برأيك هل يمكن فعلا التعويل على هذه الاجتماعات واللقاءات وسنشهد في نهاية المطاف صيغة توافقية وما هي هذه الصيغة بسم الله الرحمن الرحيم سيد دالي تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام حقيقة تهنئة من الأعماق لانطلاقاتكم الجديدة وانتبعنا لكم مزيد من التقدم لهذا المنبر الإعلامي إلى صدى كبير وإلى جماهير كثيرة الحقيقة الوضع التوافقي للكتلة السياسية يعني اليوم صعب جدا أن نذهب بتوافق سياسي لكتل بعينها لكن اليوم نستطيع أن نقول إذا ما تفقت الكتل السياسية على المتفق عليه من القانون نستطيع أن نتناقش على المختلف عليها بالتالي اليوم أكو ثلاث مشاكل رئيسية أكو مشكلة في المنظومة الانتخابية نفسها ضمن المفوضية المستقلة للانتخابات هناك آراء تقول بأن المفوضية لحدها اللحظة هي مفوضية مسيسة وتابعة للأحزاب وبالتالي لماذا نذهب إلى انتخابات والمفوضية تابعة لأحزاب بعينها الأمر الآخر هناك مقترحات أخرى أن يكون هناك إضافة إلى مجلس المفوضين ثلاث أشخاص من أهل الخبرة وأهل الدراية واحد يمثل الحكومة وهناك شخصيات لها خبرة وباع كبير في هذا المجال وشخصية تكون من المنظمات المشرفة على الانتخابات الموجودة عندنا في العراق وكذلك هذه ساهمت في أربع أو خمس انتخابات بالمراقبة ويحتاج أن يكون هناك ممثل الأمم المتحدة من دول لها باع طويل في الانتخابات كأن تكون دول أوروبية لهم حق الحضور مع مجلس المفوضين وأعطاء الرأي وأعطاء المشورة ولكن ليس لديهم الإمكانية القانونية في التصويت على صناعة القرار وبالتالي تكون هناك حصانة لهذا الأمر الأمر الآخر داخل المفوضية نحتاج إلى أن يكون للمدراء العامين نازدوا خبرة على مستوى عالي تعرفين المرحلة السابقة عملت على أن تكون المفوضية عفاء المدراء العامين وعفاء معرفنه وعفاء معرفنه هذا حقيقة يسبب بشكالات كبيرة بمدخلات ومخرجات العملية الانتخابية القادمة الأمر الآخر لدينا المحكمة الاتحادية المادرة ومثلاثة من قانون المحكمة الاتحادية علينا أن نكمل هذا والأمر الآخر يذهب إلى قانون الانتخابات الجديد الحقيقة الملحق مالته يجب أن يكمل وإذا لم يكمل الملحق معناه صعب جدا أن يطبق القانون تعرف القانون يجب أن يصوت عليه بالإجماع وبالكامل ربما أنت لخصت أبرز الخلافات الآن المطروحة على المشهد السياسي تحديدا العراقي فيما يخص قانون الانتخابات بشكل بآخر أيضا تطرقت في حديثك سيد حسن إلى بعض الحلول المطروحة ولكن في نهاية المطاف من سيحسم الأمر في هذا الموضوع إن كنا نتحدث عن موضوع قانون الانتخابات إن لم يحدث هناك توافق سيد حسن من له الكلمة الفصل كيف يمكن حل هذه المشكلة هل هناك حل سحر صح التعبير قانوني في هذا الإطار الحقيقة اليوم نحن نبقى نتكلم بلغة الأرقام داخل مجلس النواب وهو معناها التصويت هناك 120 نائب وقعوا تواقي على أن يكون العراق المحافظة دائرة انتخابية واحدة وهناك كتل سياسية بعينها تريد أن تذهب إلى قانون الدوار المتعددة دوار متعددة حقيقة بحيثيات ومدخلات ومخرجات منها زينة ومنها مزينة اليوم نحن عندنا مناطق لا تعرف حدودها عندنا مناطق وأقضية لا تعرف تعدادها بالضبط استحقاقها الانتخابي كم نائب وبالتالي يجب أن يكون هناك رؤية سياسية للكتل السياسية ونصل لحلول منطقية تصل إلى قناعة المتلقي واللي هو المواطن الأمر الأخطر من هذا كله بأنه المظاهرات والمتظاهرين طلبوا مرار المتكرار أن تكون الانتخابات بنسبة عالية من الشفافية والممثلين هم الحقيقيين ويذهبون بعيد عن السلاح المنفلية أثناء الانتخابات ويذهبون بعيد عن الفساد من السياسيين وبالتالي أن يكون الصوت إلى احترام عندما تنتخب سين أوصاد ويؤمن على هذا الصوت وتخرج النتائج مخرجات انتخابات الناس تخرج بحكومة وبرلمان ناضجة والبرلمان يخرج بحكومة ناضجة هذا ما أرادوه المتظاهرين أما نأخذ القانون على عجالة ولكيف القانون وفق المعطيات الموجودة لمصلح السينة ومصلح الصاد صعب جدا أن نتعاطع معهم الناس في هذه المرحلة الخاطرة والمفصلية أشكرك على المشاركة معنا سيد حسن شويريد عضو البرلمان العراقي كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر